يوجد مصادر رهيبة غنية جدا بالكالسيوم تتفوق حتى على الحاجات دي يعني تتفوق على الألبان وتتفوق على البيض ايه هي؟ الخضروات الخضراء اي حاجة ورقها أخضر مليانة كالسيوم ملوخية بقدونس سبانخ اي حاجة ورقها أخضر فيها كالسيوم تمام كده؟ السمسم السمسم يعتبر من أغنى المصادر الغذائية في الكالسيوم والسمسم زي ما قلنا سهل جدا ان احنا ندخله في المخبوزات يا سلام بقى لو فيه سمسم وطمر اللي هو زي العجوة ده ده فيه حديد وده فيه كالسيوم ويعني حاجة عظمة جدا فهمتوا قصدي؟ دي حاجة مهمة الأسماك وانا هنا بكرر ندائي للأمهات ان لازم كل الأمهات يعني يكتهدوا مش انتوا طول النهار يا جماعة مسكين التليفور مش طول النهار مش قصدي حاجة مسكين التليفور وسكين التابلت وتتفرجوا على الحاجات وتتفرجوا طول اليوم على برامج الأكل والحاجات دي كلها اكتهدوا بقى في طرق لعميل السمك عشان ولادكوا يحبوا السمك لان كتير قوي من الأسر يقولوا لي احنا ولادنا ما بيحبوش سمك خال ما لهمش في سمك خال ما يحبوش ريحة ويحبوش كذا في حين ان فيه يعني انا اقدر اتفاهم ده في طرق اعداد السمك بالطرق التقليدية اللي هو المشوي وزيت ولمون وردة ومقلي وبتاع فيه طرق تانية خالص لعميل السمك يعني كفتة السمك دي من أحلى الأكلات اللي الأطفال ممكن يحبوه خلاص السمك في الفرن ده يعني ممكن القطع اللحم بقى السلابيض دي بتاع السمك ما بتحط في الفرن وبتحط عليها خضروات وحاجات كده وبتاع وطريق الطهي معينة بتخلي طعمه رائع جدا جدا وفي نفس الوقت الأطفال يستفيدوا جدا جدا السمك من أغنى المصادر في الكالسيوم فلا يجب تفويت هذا المصدر حتى لو الطفل عمرها سنة ونص حتى لو طفل عمرها سنة ونص بتاخد قطع صغيرة من اللحم الأبيض بتاع السمك السمك المسلوق حتى خلاص أو حتى لو عملنا السمك بالطرق ده ممكن نديها بقى كده قطع صغيرة قوي من اللحم الأبيض من قلب السمكة من جوه هتكون مفيدة جدا جدا لها بخلاف احتواء السمك على الأوميجا ثري والأوميجا ثري ده مهم جدا جدا للزكاء عند الأطفال ترجمة نانسي قنقر